الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورفع نائب رئيس مجلس الوزراء في البرقية أسماءات التهاني وتبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة بهذه المناسبة معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا التقدير الدولي الذي يعكس الجهود الصادقة والمخلصة التي يوالي بذلها جلالته في سبيل تعزيز التعايش السلمي وتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة ودعم الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر